اشتركوا في القناة فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك ثم أما بعد طالبات الحبيبات طاب اللقاء بكم ونحن على مائدة من موائد الرحمن ونحن نتعلم أصول ثقافتنا الإسلامية علنا بهذا المصاق بإذن الله عز وجل نحوز الرضا والرضوان والدرجات العليا في الدنيا والآخرة بإذن الله كنا في لقاء سابق قد تحدثنا عن مصادر الثقافة الإسلامية وقلنا أن مصادر الثقافة الإسلامية تنوعت بين قرآن كريم وسنة نبوية وسيرة وتاريخ إسلامي ولغة عربية وفقه إسلامي وقلنا بأن الفقه الإسلامي اجتمل على مجموعة من المصادر التشريعية منها القرآن والسنة وكذلك الإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وشرع من قبلنا والعرف اليوم بمشيئة الله عز وجل نحن بصدد الحديث عن باب من أبواب الثقافة الإسلامية ولعله الركيز الأم في ديننا الحنيف وهو العقيدة الإسلامية بالنسبة للعقيدة الإسلامية طبعا عندما نتحدث عن العقيدة الإسلامية نحن نتحدث عما يعتقده المسلم اتجاه الله عز وجل خالقه واتجاه نفسه واتجاه الكون بشكل عام الآن ابتداء نريد أن أريد أن أسأل بعض الأسئلة لماذا خلق الله الإنسان حتى نضع القواعد في العقيدة تفضلي إذن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لعبادته والدليل وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إذن الهدف الأسمى من خلق الإنسان هو عبادة الله هذا الهدف الأول ثم تفضلي بارك الله فيك عمارة الكون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم أليس كذلك؟ تمام إذن وظيفة الإنسان الأسمى في هذا الكون أن يكون عبا مطيعا لربه وأن يكون خليفة صالحا في أرضه أليس كذلك؟ سؤال مهم جدا هل الإنسان أزلي ومعنى كلمة أزلي أنه قديم قدم الله أم أنه مخلوق؟ مخلوق قولا واحدا إذن الإنسان مخلوق ما هو إلا عبد من عبيد الله وما هو إلا خلق من خلق الله أليس كذلك؟ كلام رائع طيب نأتي الآن إلى موضوع الكون هل هذا الكون الذي نراه ونعيش في كنفه هل هذا الكون مخلوق أم أزلي؟ طيب مخلوق صحيح كلام صحيح جدا سؤال مهم جدا ولو كان متغيرا يدل أيضا على أنه مخلوق وإلا الله عز وجل الأصل ألا يحدث عليه حادث أليس كذلك؟ يغير ويبدله كلام مهم جدا الآن بما أن الكون مخلوق نريد أن نرد عم من قال أن هذا الكون صدفة هل ممكن أن يكون هذا الكون وجد صدفة؟ هذا الكلام مستحيل عقلا ومنطقا ليس فقط شرعا وإنما عقلا ومنطقا يستحيل أن يكون هذا الكون وجد من تلقاء نفسه أليس كذلك؟ أو بالصدفة؟ أو من غير خالق؟ أو هو أزلي وقديم قدم الله؟ هذا الكلام يستحيل أن يكون طب لماذا خلق الله الكون؟ بما أنه مخلوق ما الفائدة من خلق الكون؟ ما الفائدة من خلق الله للكون؟ بارك الله فيكي أولا بهذا الكون يستطيع الإنسان أن يتفكر ويتأمل ويتدبر فيصل إلى حقيقة وجود الله كلام رائع وأيضا ما فائدة هذا الكون؟ لماذا خلق الله لماذا خلق الشمس والقمر والنجوم والأرض؟ لماذا؟ كل المخلوقات تسبح لله كلام صحيح لكن أيضا بما يخص الإنسان لماذا خلقها؟ تفضل بارك الله فيكي خلقها لخدمة الإنسان خلقها لخدمة الإنسان والقيام على راحة الإنسان أليس كذلك؟ الزرع لماذا يوجد؟ ما ليأكله؟ الإنسان هذه السماء التي تضلنا والأرض التي تقلنا والنجوم التي تضيء لنا لماذا خلقها الله؟ لخدمتنا فاللهم لك الحمد ولك الشكر إذن الإنسان مخلوق والكون مخلوق أليس كذلك؟ هذه عقيدتنا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة إذن قلنا أكثر من مرة كلمة عقيدتنا عقيدتنا عقيدة ما معنى عقيدة؟ ما معنى العقيدة؟ أولاً طب سؤال مهم جداً هل يوجد عقائد أخرى غير العقيدة الإسلامية؟ مثل؟ عقائد أخرى تفضل؟ بارك الله فيك بارك الله فيك أنت رائع إذن يوجد هناك معتقدات عند أقوام آخرين لكل ديانة عقيدة ولذلك هناك العقيدة اليهودية والعقيدة النصرانية والعقيدة البوذية أليس كذلك؟ وهناك معتقدات في هذا الكون كثيرة كثيرة إذن ما هي العقيدة التي يتمنىها الإنسان المسلم حتى يقال عليه أنه صاحب عقيدة إسلامية؟ أولاً معنى العقيدة في اللغة عقدة يعقد عقدة فهي عقيدة والعقيدة بمعنى العهد والميثاق وعندما نقول أنه عهد وميثاق معنى هذا الكلام أن هذا الأمر أن هذا الأمر يعني مربوط بطريقة لا يمكن انحلالها لا يمكن انحلالها فهي متينة يقينية ملزمة لا يمكن أي شيء أن يؤثر عليها إن كانت كما ينبغي الآن بالنظر إلى العقيدة العقيدة ممكن أن تنطبق على أمرين أولاً تفضلي أولاً أولاً الأعتقاد وتضيق الجزم من الشيء بارك الله فيك كما قلت قبل قليل إذا قلت أن لدي عقيدة يجب أن يكون هناك الاعتقاد الذي أعتقد لا شك فيه يقينياً جازماً قاطعاً لا شك فيه وإلا لن أكون صاحب عقيدة فعندما نقول أن إلهنا واحد هل في هذا الأمر شك؟ لا إذن هذا أمر يقيني لا يقبل الشك عندي أمر جازم وقاطع هذا المفهوم الأول أن نحصر معنى العقيدة في ماذا؟ في التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك أو الأمر الثاني الأمر الثاني تفضلي تفضلي ما يجب الاعتقاد فيه أي الإيمان بالله وملكه وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضر خيره ومشاهد بارك الله فيك إذن الأمر الأول طبيعة الاعتقاد أن يكون جازماً أما الأمر الثاني عندما نقول أن هذا الإنسان يحمل عقيدة أي ما يعتقده في قلبه كإيمانه بالله وإيمانه به ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أليس كذلك؟ هذا على سبيل اللغة نأتي الآن في العقيدة اصطلاحاً ما معنى العقيدة تفضل اصطلاحاً؟ بارك الله فيك نحن عندما نتكلم عن العقيدة طالبات الحبيبات نحن نتكلم في كل أركان العقيدة عن تصديق جازم لا يقبل الشك الآن على مستوى العقيدة بشكل عام تعالج قضايا ثلاثة وهي أن يكون عندي تصديق جازم بما يختص به من الله سبحانه وتعالى والإنسان والكون والحياة وكل ما يتعلق بها من أحكام عقدية وكل ما يتعلق بها من أحكام عقدية نحن قلنا قبل قليل أن هناك عقائد شتى أليس كذلك كيف نستطيع أن نميز العقيدة السليمة من العقيدة الفاسدة والعقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة كيف حكمنا على أن عقيدتنا الإسلامية هي العقيدة الصحيحة لأنها أجد أجد عقيدة بعد ديانات الفاسدة لأنها أجد إسلام هذا جواب رائع لكنه ليس مقنع ليس مقنع لأنها جاءت في الآخر أو آخر الرسالات السماوية إذن هي الصحيحة هذا ليس مقنعا لغيرك يعني عندما تأتي للنصراني تقول لأن عقيدتي هي الأصح لأنني جئت بعدك في الديانة هذا شيء ليس بمقنع بارك الله فيك أي عقيدة في الدنيا نريد أن نضعها في ميزانين الميزان الأول ميزان العقل هل ما جاء في عقيدتنا الإسلامية متوافق مع العقل السوي متوافق أم غير متوافق 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 ومتوافق بامتياز وإلا لما كان هناك عدد كبير من دخول القسيسين والرهبان في الإسلام أليس كذلك؟ لأنهم رأوا في عقيدتهم وفي ديانتهم أشياء تخالف العقل والمنطق أما في عقيدتنا الإسلامية بفضل الله عز وجل فعقيدتنا الإسلامية هي متوافقة ومنسجمة مع متطلبات وفكر الإنسان العقلية ثم إن هذه العقيدة الإسلامية لكي نقول عليها عقيدة صحيحة يجب أن تكون متوافقة بارك الله فيك مع فطرة الإنسان التي فطر الله عليها بمعنى آخر لا يمكن لله سبحانه وتعالى إن كان إلها عادلا حكيما خبيرا أن يخلق هذا الكون ثم يتركه عبثا بلا حساب أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذن الفطرة الإسلامية تنسجمه انسجاما كاملا مع هذه العقيدة الإسلامية التي ترعى الإنسان منذ نشأته وحتى بعد وفاته ليس إلى وفاته وحتى بعد وفاته نحن نقصد إلى معاده الأخير إلى معاده الأخير إما في جنة أو في نار طبعا لقوله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذن أي عقيدة نريد أن نعرف أن نعرف مدى سلامة هذه العقيدة ومدى صحتها يجب أن تكون متوافقة مع العقل ومع الفطرة الإنسانية تمام؟ العقيدة الإسلامية عندنا لها أركان كما أركان الإسلام هنا هي الإسلام على خمس الشهادتين والصلاة والصيام أيضا عندنا العقيدة الإسلامية لها أركان حتى أستطيع أن أقول أنا صاحب عقيدة أم لا أحمل هذه العقيدة أولا الإيمان بالله وملائكاته وكتبه ورسله ويوم الآخر وأيضا وبالقدر خيره وشره إذن هذه الأركان الأساسية في العقيدة الإسلامية يجب أن يكون الإنسان قد وعاها وآمن بها وعمل بمقتضاها وعمل بمقتضاها الآن هذه الأركان سنأتي عليها بإذن الله سبحانه وتعالى ركنا ركنا لنعرف ما تضمنته من أحكام أولا الإيمان بالله وهو مصدر القوة وهو مصدر النور وهو مصدر البصيرة للإنسان فإذا آمن الإنسان بقلبه شع نور في قلبه وفي بصيرته واستطاع بمعرفة الله أن يعرف أنه لا بد أن يكون له رسل ولا بد أن يحملوا بكتب ولا بد أن يكون هناك ملائكة ولا بد أن يكون هناك يوم آخر نتقابل فيه عند الله ونتحاسب أو يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على ما كان منا في هذه الدنيا ألفانية إن أحسننا فقد أحسننا لأنفسنا وإن أسأنا فعليها ولا يستوي الخبيث والطيب أليس كذلك؟ وهذا قمة عدل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك يوم تجتمع فيه الخصوم عند الله سبحانه وتعالى وهذا أكثر ما يهون على الإنسان أحيانا المظلوم أكثر ما يهون عليه الألم الذي يتعرض له أن هناك إله وأنه يوما ما سيكون ميعاد وسيكون حساب أليس كذلك؟ وهذا في عقيدتنا أنه لا بد أن يكون هناك إيمان بالله واليوم الآخر نأتي أولا بالنسبة للإيمان بالله الإيمان بشكل عام وكنا يعني نعرف تقريبا الإيمان تعرف الإيمان تفضلي بارك الله فيك حتى يكون الإنسان مؤمن يجب أن يكون الإيمان منطلق بالقلب أولا هذا القلب يمتلئ إيمانا يمتلئ إيمانا ويقينا بالشيء الذي يؤمن به ثم بعد ذلك يصدق هذا الإيمان القلب نطق باللسان يصاحبه نطق باللسان ويزيده تأكيدا العمل بالجوارح والأركان وإلا ما قيمت أن أقول أنني أحب الله وأعرف أن الصلاة واجبة ثم لا أصلي أليس كذلك؟ إذن هذه العقيدة ما قيمت أن أعرف أن هناك إله وأن هناك يوم حساب ثم أظلم العباد وأتعدى الحدود وأتخطى الحرمات أليس كذلك؟ إذن من مقتدى معرفتي بالله وبأركان الإيمان الأصل أن يقودني هذا إلى العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى في هذا البلد إذن الإيمان بشكل عام كما قلنا هو ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقته الجوارح والأركان بالنسبة للتوحيد لكي نكون فعلا مؤمنين إذن لا بد أن نكون ابتداءا موحدين وإلا طالبات الحبيبات نركز هنا هل كفار قريش كانوا كافرين بوجود الله أم كانوا مؤمنين بوجود الله مؤمنين أم كافرين كانوا مؤمنين والدليل على ذلك أنهم قالوا عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة حتى اتخاذهم للأصنام إنما كان من باب التقرب إلى الله فاتخذوا وسيلة حرام فأصبحت في النهاية هذه العبادة حرام شرك بارك الله فيكي إذن عكس الشرك عكس الشرك عكس الشرك يا صبايا التوحيد عكس الشرك التوحيد الآن نحن لا نناقش خضية الشرك نحن الآن مع التوحيد إذن عكس الشرك الذي كانت تتبناه قريش وهي أنها تشرك بالله أصنام وعكسها التوحيد وهو الذي يجب أن ندين الله سبحانه وتعالى به التوحيد طالباتي الحبيبات كم نوع؟ التوحيد نوعان وإن شئتي وإن شئتي فقولي ثلاثة التوحيد ثلاثة أولا لا لا أريد أن أصيغ بطريقة أخرى دقيقة واحدة أولا توحيد الربوبية ثانيا توحيد الألوهية ثالثا توحيد الأسماء والصفات معنى توحيد الربوبية أن أعرف أن الله هو الخالق وأن الله هو المالك وأن الله هو الرزاق وأن الله هو المحي والمميت إذن هنا إذا جئت بهذه الأوصاف الخمسة لله وكنت أؤمن بها إذن فقد أتيت بتوحيد الربوبية إذا كنت تعتقدي أن الله هو الخالق وأن الله هو المالك وأن الله هو الرزاق وأن الله هو المحي وأن الله هو المميت الأصل أن يقودني هذا الإيمان إلى ماذا؟ إلى عمل فننطلق بعد ذلك إلى توحيد الألوهية ما معنى توحيد الألوهية؟ ما معنى توحيد الألوهية؟ أن تكون العبادات جميعا صرفا لله سبحانه وتعالى يعني أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا نحن انتقلنا من مقام العلم إلى مقام العمل العمل نأتي إلى توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات معناه ماذا؟ أن نؤمن بأن لله أسماء وأن لله صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحن نقول أن لله يد تبارك الذي بيده الملك أليس كذلك؟ لله يد لكن هل كأيدينا؟ ليس كمثله شيء الله الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل يوم في الثلث الأخير هل نزوله يشبه نزولنا؟ لا الله هو السميع هل سمعه كسمعنا؟ هل بصره كبصرنا؟ إذن أنا أؤمن بهذا الأمر هو هنا لخصها وقال أن التوحيد هنا توحيد معرفة توحيد المعرفة يأتي بتوحيد الربوبي والأسماء والصفات وهنا توحيد عبادة والربوبية والأسماء والصفات توحيد معرفة معرفة توحيد معرفة وحده ولا نشرك به شيئا الآن نحن نتكلم بإذن الله عز وجل عن أول ركن من أركان من أركان ماذا؟ الإيمان الإيمان وهو؟ الإيمان بالله الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما معنى الإيمان بالله؟ تفضلي هو التصديق القاطع والجازم إذن كلما تطرقنا إلى كلمة الإيمان في هذا المبحث سنقول التصديق القاطع والجازم الآن قلنا الإيمان بالله إذن بماذا سنصدق تصديقا قاطعا بوجود الله سبحانه وتعالى إلها مدبرا لهذا الكون أليس كذلك؟ طيب كيف توصل أو كيف يمكن لأي إنسان أن يتوصل إلى وجود الله؟ لابد من وجود أدلة أدلة وبراهين بارك الله فيك هذه الأدلة والبراهين بإمكانها أن توصل أي إنسان إلى التيقن بأن هناك خالق لهذا الكون ما هي أدلة وجود الله؟ أدلة وجود الله أولا دليل الخلق والقدرة ثانيا دليل العناية والرعاية ثالثا دليل الهداية في كل دليل من هذه الأدلة ينبثق دليلان دليل نقلي نقلي ودليل عقلي هنا دليل نقلي وهنا عقلي نقلي وعقلي طيب سين سؤال لو جئنا لإنسان ملحد أو إنسان كافر بما أنزل على محمد وجئنا له بآية من القرآن لكي نقنعه بوجود الله هل سيقتنع؟ لماذا؟ لأنه أصلا لا يؤمن بالكتاب الذي أحتج وأستدل به هذا الإنسان ماذا ينفع معه؟ الدليل النقلي ولا العقلي؟ العقلي الدليل العقلي لأن الدليل النقلي بالنسبة له هو غير مؤمن به ولذلك نحن نريد في كل دليل من أدلة وجود الله أن نأتي بدليلي دليل نقلي ودليل عقلي أولا بالنسبة لدليل الخلق والقدرة لو نظرنا إلى الأدلة النقلية يعني الدليل النقلي قرآن وسنة يوجد مئات الآيات في القرآن الكريم التي تحدثنا عن خلق الله مثل مثل ولقد خلقنا السماوات والأرض صحيح؟ وما بينهما اللعب كل الآيات التي تتحدث عن الخلق بإمكاننا أن نسوقها في دليل الخلق والقدرة هذا بالنسبة للدليل النقلي نأتي إلى الدليل العقلي صلى على رسول الله سأقص عليكم هذه القصة وبإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني هذه القصة سيكون منها عبرة وفائدة ومتعة أولا جئ برجل وهذا الرجل كان يعبد الله سبحانه وتعالى ويعرف أن هناك إله دون أن يعلمه أحد أو دون أن يخبره أحد بأن هناك إله سئل هذا الرجل كيف عرفت الله؟ كيف عرفت أن هناك إله؟ فماذا قال هذا الرجل؟ قال الأثر يدل على المسير والبعر تدل على البعير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذن هذا الإنسان توصل إلى الله بماذا؟ بعقله كذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يعيش في زمن الزنادقة وزمن الملحدين كما في عصرنا للأسف وجود ظاهرة الإلحاد في بعض الدول الحمد لله عفنا الله وإياكم من هذه الطامة الكبرى كان يعيش في زمن فيه زنادقة وفيه ملحدين فأرادوا أن يعقدوا مناظرة بينهم وبين الإمام أبو حنيفة اختار الإمام أبو حنيفة موعدا ومكانا لا يلتقي بهم إلا بعد أن يعبر النهر واضح؟ اختار المكان واختار الزمان تأخر الإمام أبو حنيفة من الذي فرحه؟ الملحدون قالوا ربما خاف أن يناظرنا وخاف أن ننتصر عليه وإذا به يأتي من بعيد لماذا تأخرت يا أبو حنيفة؟ قال حدث معي أمر غريب عندما أردت عبور النهر وإذا ركزوا معي قال وإذا لم أجد قاربا قالوا إذا كيف جئت؟ قال تكومت جاءت هناك مجموعة من الألواح الخشبية وكوم من المسامير دقت في هذه الأخشاب فأصبح قاربا يسير يمينا وشمال فجئت إليكم فقالوا له أتهزأ بنا يا أبو حنيفة أنت كاذب كيف لقارب أن يتجمع ويصنع من تلقاء نفسه؟ قال سبحان الله أتعجبون من أن لا يكون لهذا المصنوع من صانع ولا تعجبون من أن لا يكون لهذا الخلق خالق فآمنوا جميعا إذن انتهت المناظرة قبل أن تبدأ هل حدثهم بالقرآن والسنة؟ خاطب ماذا؟ عقولهم إذن هذا هو الدليل النقلي وهذا الدليل العقلي الدليل العقلي بالنسبة لدليل الرعاية والعناية الله ابتداءا خلقنا لكن الله سبحانه وتعالى أودع فينا كل الأمور التي تهيئ لنا المعاش المعاش الكريم أليس كذلك؟ صحيح فالله بعد أن خلقنا اعتنى بنا ورعانا سبحانه وتعالى ما الدليل النقلي على ذلك؟ ما الدليل النقلي على ذلك؟ تفضلي وفي أنفسكم أفلا تبصرون سؤال شوف الرعاية والعناية الآن الله سبحانه وتعالى إذا بنا نتكلم على موضوع النفس البشرية الله خلق لنا أعين لنرى صح لكنه اعتنى بها فخلق لها رموش تحميها من الأتربة وجعل فيها جفون حتى تغسلها في كل كم ثانية أليس كذلك؟ هذا من باب عناية الله بالخلق الله سبحانه وتعالى خلق لنا العظم لكنه كساه بلحم لماذا؟ حتى يحفظ لنا ما خلقه أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى خلق لنا فم لكن جعل له شفتين لماذا؟ حتى يحفظ ويعتني بهذه الخلقة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى سؤال الله سبحانه وتعالى خلق الشمس لو أردنا أن ننظر في ألا إلا في الكون الله سبحانه وتعالى عندما خلق الشمس وضعها بمقدار بمعنى لو كانت الشمس قريبة ميلا واحدا لأحرقت الكرة الأرضية ولو كانت بعيدة عن هذا المستوى ميلا واحدا لتجمدت الكرة الأرضية سبحان الخالق إذن الله خلقنا لكن لم يتركنا لأنفسنا وإنما اعتنى بنا هذا الدليل النقلي أيضا من الأدلة النقلية عندما قال والجبال أوتادة خلق الجبال خلق الجبال كخلق دليل على الخلق والقدرة لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الجبال الجبال آية من آيات الله لكن لماذا اعتبر آية والجبال أوتادة لماذا اعتبرها علامة من علامات عناية الله هل تعلمي أنه لو لهذه الجبال الراسيات التي تثبت الكرة الأرضية لطاشة الكرة الأرضية إذن من باب عناية الله بهذه الأرض أنه وضع فيها جبال راسيات لها أوتاد ما معنى وتد وتد الخيمة هو الذي يثبت الخيمة في الأرض أليس كذلك والله عندما وصف أن الجبال لها أوتاد وشبهها بوتد الخيمة هي تماما لها نفس الصفة إيش هي الصفة أو ما هي الصفة أن لها مثبتات تضرب في الأرض السابعة تثبت الأرض ولا تطيش قواعد ومثبتات فهذا أيضا دليل عناية ورعاية من ناحية نقلية والجبال أوتادة من ناحية عقلية الله سبحانه وتعالى أنظروا إلى أنفسكم ستجد مننا الإنسان المائي والهوائي والناري أيوة اختلاف الطبائع الأربعة اختلاف الطبائع الأربعة هذا دليل عقلي على مدى إبداع الخالق فيما خلق وهو دليل على عناية الله بخلقي تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا ناريين لكنا مهددين للأمن في الكرة الأرضية ليس كذلك الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين في الأنفس والطباع والمزاج والفكر والعلم خلقنا متفاوتين هذا التفاوت ماذا يصنع؟ يصنع انسجاما وتكاملا وتعايشا لو كل الناس لا تقبل على أنفسها إلا أن تكون دكتور مهندس معلم لن نجد من يخدمنا وكلنا خدم لبعضنا أنا الآن معلمة أخدم والطبيب يخدم المرضى والمهندس يخدم من أراد أن يصنع مبنى أو يصنع تصميما هندسيا معينا أليس كذلك؟ لكن لو كانت كل الأنفس لا تقبل إلا العلو ولا تقبل الدون لن يستقيم حال الكرة الأرضية هذا الاختلاف الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده في أنفسنا البشرية دليل على عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لماذا؟ لخلقه فنجد أن هذا الكون قد انسجم انسجاما كاملا بكل ما فيه من اختلافات يخدم بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا أما بالنسبة لدليل الهداية فمن ناحية النقلية قال سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله خلقني لكنه أيضا هداني للطريقة التي أستطيع أن أعيش فيها في هذا الكون على الوجه الأكمل ننظر إلى الأدلة العقلية ننظر إلى الحرباء لماذا تتلون عندما تشعر بوجود الأعداء من الذي هداها لتفعل هذا؟ الله لماذا؟ لتحمي نفسها من الأعداء الدجاج عندما يقلب البيض حتى لا يفسد ويخرج منه الصوص من الذي هداه لتقليب البيض؟ الله الطفل الذي يخرج من بطن أمه لا يعي شيئا من الذي هداه لكيفية الرضاع؟ الله الجمل في الصحراء تخيل في العناية والرعاية الجمل في الصحراء عندما خلق الله له شفاه أو أشفار خلقها بكيفية معينة حتى تناسب الصحراء أليس كذلك؟ وأيضا هداها للطريقة التي تستطيع أن تتكيف فيها مع جو الصحراء إذن سبحان الله الذي خلق فعلا كل شيء ثم هداه لكيفية الطريقة التي يستطيع بها أن يتأقلم ويعيش ويعيش أيضا بانسجام ويعيش بنوع من الكرامة وبنوع من الراحة في هذه الحياة إذن لو أردنا أن نجمل بالنسبة لأدلة وجود الله سبحانه وتعالى نقول أن أدلة الوجود الله هي أدلة الخلق والقدرة العناية والرعاية والهداية وفي كل دليل منهم دليلين نقلي وعقلي أرجو أن تكون الأمور واضحة والصورة إن شاء الله قد اتضحت ننتقل الآن بإذن الله سبحانه وتعالى للحديث عن الإيمان بالملائكة ونريد يعني أن نتكلم بشيء من التفصيل في بعض الأمور عندما نقول إيمان قلنا تعريف الإيمان هو تفضلي الاعتقاد الجازم كما قلنا في البداية كلما قلنا الإيمان نقول أنه لابد أن يكوننا كاعتقاد جازم بماذا؟ تفضل بارك الله فيك إذن هناك اعتقاد جازم بأن هناك لله في هذا الكون ملائكة هذه الملائكة خلقت من ماذا؟ من نور طب والإنسان خلق من طين أو كما قال مما وصف لكم من طين لازم والجان خلق من نار خلق من نار هذه الملائكة لها أوصاف تختلف عنها قال في التعريف أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذن بالنسبة للملائكة أيهما خلق أولا؟ الإنسان أم الملائكة؟ تفضل ما الدليل؟ الدليل تفضل حسبك بارك الله فيك بارك الله فيك في سورة البقرة في الحوار الجميل الذي حدث بين الله وملائكته وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل أي وكأنه يقول إني سأجعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك باختصار هذا الحديث يدل على أن الله عندما خاطب الملائكة لم يكن الإنسان موجودا وقت ذاك أليس كذلك؟ ولذلك أيهما خلق أولا؟ الإنسان أم الملائكة؟ بنص الآية الملائكة ومن باب الأمانة العلمية هذه المسألة خلافية بين العلماء لكننا نتبنى هذا الرأي فيها ثم إن ما هي حقيقة الملائكة؟ حقيقة الملائكة هل هم مثلنا في الطبيعة؟ أولا ليس للملائكة جسم مادي يلمس ويرى بالعين إذن أولا ليس له طبيعة مادية ترى أو تلمس اثنين الملائكة ممكن أن تتمثل على صور شتى وقلنا بأنه من صور الوحي بارك الله فيك أن جبريل كان أحيانا يأتي على صورة بشر على صورة بشر إذن هو كان يتمثل كان يتمثل إذن في حقيقة الملائكة أو طبيعة الملائكة أولا هم هم خلق ليسوا كخلقنا لهم طبيعة شفافة نورانية ليست مادية لا تلمس ولا ترى بالعين المجردة وهم أيضا كما قلنا أنهم يستطيعون التمثل على أكثر من صورة يتشكلون على أكثر من صورة أيضا لكل ملك وظيفة أناطها الله سبحانه وتعالى به فنجد أن جبريل بماذا كلفه الله جبريل بالوحي أليس كذلك ملك الموت قبض الروح أيضا السرافيل بالنفخ في الصور بارك الله فيك ميكايل بالمطر والرزق إذن باختصار شديد لكل ملك طب عتيد ورقيب لكل واحد إذن لكل ملك لهو هناك أيضا ملائكة تحمل عرش الرحمن هناك ملائكة توجد عند عرش الرحمن ساجدة إلى أن تقوم الساعة فمتى قامت الساعة رفعوا يعني رؤوسهم وقالوا ما عبدناك حق عبادتك إذن خلقهم فقط للعبادة خلقهم فقط للعبادة هناك ملائكة حفظة الآن كثير مننا قد يقع على عينه فلا تصاب لماذا يكون بينه وبين الأذى والضرر شعره لكن الله سبحانه وتعالى يسلم لماذا لأنه على هذه الأعضاء ملائكة حفظة تحفظ الإنسان فنجد أن الطفل الصغير مهما وقع أحيانا في بعض الوقعات التي تكون في العين في الأذن في البلعوم هناك ملائكة حفظة على البلعوم قد يعني الإنسان يعني يتشردق في لقمة الطعام لكنه لا يموت أليس كذلك لماذا لأن هناك ملائكة حفظة هذه وظيفته صحيح إذن هذا بالنسبة لأوصاف الملائكة ووظائف الملائكة عند الله سبحانه وتعالى كم عدد الملائكة؟ تفضل إذن عدد الملائكة كبير جدا لدرجة أنهم لا يمكن أن نحصيهم عددا ما الدليل على ذلك؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو هذا هو الدليل وما يعلم جنود ربك إلا هو ولك أن تتخيل أنه في كل يوم يدخل البيت المعمور سبعون ألف ملك ولا يخرجون تخيل كم العدد؟ كل يوم يدخل سبعون ألف ملك ولا يخرجون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذن عددهم لا يمكن تصور ولا يمكن إحصاؤه أليس كذلك؟ كلام جميل هل يتصف الجان بالكفر؟ هل هناك جن كافر وجن مسلم؟ تفضلي بارك الله فيك الجن باختصار منهم المؤمن ومنهم الكافر منهم البر ومنهم الفاجر منهم البر ومنهم الفاجر أيهم أفضل عند الله؟ الإنسان أم الملائكة؟ تفضلي بارك الله فيك عندما ننظر إلى طبيعة الإنسان وكينونة الإنسان التي فطر الله عليها الإنسان نلاحظ أن هذا الإنسان له شقين الشق الأول روحي فتجد أن هذه النفس أحيانا تتسامى وكأنها تعانق السماء ترتفع فيها الإيمانيات فتجد أنه يعيش في روضة من رياض الجنة وأحيانا أخرى تجد أن هذا الإنسان تشده الأرض وهو الإنسان الجانب الروح تشد السماء الجانب المادي تشده الأرض فتجد أنه أقرب إلى الشهوات وإلى النزوات وإلى العصيان الآن هذا الإنسان الذي خلق له الله سبحانه وتعالى جانبان في طبيعته وكينونته إذا ما كان الإنسان على فكرة أن نحكم على أن الإنسان أفضل من الملائكة بشكل مطلق هذا كلام خطأ لو كان هذا الإنسان كافرا هل يمكن أن يكون أفضل عند الله من الملائكة؟ طبعا لا وإنما ما تنقول عن الإنسان بأنه أفضل من الملائكة إذا طغى الجانب الروحي النوراني الإيماني على الجانب المادي الأرضي واضح؟ إذا كان هذا الإنسان إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا إذا كانت جانب الشكر ومعرفة الله والسير في طريق الله أعظم من شهوات ونزوات وأخطاء وعسيان لكن الإنسان بطبيعته يخطئ لكن إذا تغلب هذا الجانب النوراني على الجانب الآخر يكون عند الله سبحانه وتعالى أفضل من الملائكة طب الملائكة لا تخطئ الملائكة خلقها الله فقط لماذا؟ للعبادة سنقول بأن هذا الملك الذي خلقه الله للعبادة هو لم يفعل هذا بإرادته وإنما الله سبحانه وتعالى أوكله بهذه المهمة ومجبور عليها مجبور عليها أليس كذلك؟ ليس لديه خياران أما الإنسان فلديه الخيار إما أن يسير في نور الله سبحانه وتعالى وإما أن يسير في عتمة المعصية والضلال إذن باختصار لكي نلخص الموضوع هذا الأمر ليس فيه إجابة مطلقة وإنما نقول إذا كان الإنسان جانب الروحي النوراني يغلب على الجانب المادي يكون أقرب عند الله سبحانه وتعالى من الملائكة وإن كان العكس لا فالملائكة عند الله أصدل نحن نعلم أن كل إنسان إذا ما أراد أن يصير في طريق النور وطريق الله لا بد أن يكون بين جنبيه وسواس خناس صح؟ طيب لماذا خلق الله إبليس؟ لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق إبليس لفتنة الناس صح أم خطأ؟ أريد أن أسمع أكثر من إجابة الله سبحانه وتعالى أو خلق الله إبليس لفتنة الناس صح أم خطأ؟ أريد أن أسمع أكثر من إجابة تفضلي؟ إجابة صحيحة طيب نسمع أكثر من إجابة ثم نعلق تفضلي؟ إجابة خاطئة تفضلي؟ إذا الله خلقه بعد هو فسق عن أمر ربه؟ السؤال هل خلقوا لفتنة الناس؟ طيب سؤال تفضلي؟ لا من قالت لا لماذا؟ معنى أن تقول بأن الله سبحانه وتعالى خلقه خصيصا لفتنة هذا تجني على الله لأن الله لا يريد لعباده إلا ماذا؟ إلا الخير ولا يريد لعباده إلا النور ولا يريد لعباده إلا أن يكونوا عبادا صالحين الله لا يريد أن يفتن العباد أليس كذلك؟ طيب لماذا وضع في طريقنا إبليس؟ ابتلاءاً اختباراً امتحاناً أليس كذلك؟ تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمله إذن الهدف من وجود إبليس في هذا الكون ليكون بذلك علامة أو دليل على صدق الصادقين أو كذب المنافقين والكافرين من اتبعه كان للأسف الشديد إنساناً كاذباً ومن خالفه كان إنساناً مع ربه صادقاً نأتي إلى آخر بند في الإيمان بالملائكة وهو ما حكم إنكار وجود الجن أو ما حكم إنكار وجود الملائكة هذا العالم الغيبي تفضلي بارك الله فيك إذن بإجماع المسلمين أن من ينكر ليس فقط الملائكة من ينكر أي ركن من أركان العقيدة أو أركان الإيمان فهو كافر بالإجماع واضح الحكم ما الدليل على ذلك الدليل تفضلي فقد ضل ضلالاً بعيداً إذن ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فماذا؟ فقد ضل ضلالاً بعيداً إذن حكم من أنكر أي ركن من أركان الإيمان كافر بالإجماع بدليل هذه الآية هذا الأمر سنتطرق إليه أيضاً في حكم من أنكر اليوم الآخر حكم من أنكر الكتب السماوية حكم من أنكر وجود الرسل طبعاً كلهم باختصار كأي ركن من أركان الإيمان يعتبر المنكر لأي ركن من أركان الإيمان كافراً بالإجماع كافراً بالإجماع نأتي الآن إلى الركن الثالث إذن انتهينا من الركن الأول وهو الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والآن نتطرق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بالرسل تفضلي تعريف الإيمان بالرسل أو بالكتب السماوية بارك الله فيك كما قلنا الإيمان بالكتب السماوية هو اعتقاد جازم بأن لله سبحانه وتعالى كتب سماوية أنزلها على من؟ على أنبيائه ورسله ما هي الكتب السماوية التي نزلت على رسل الله؟ تفضلي التوراة أنزلها الله على من؟ على موسى عليه السلام أنزلها؟ على عيسى عليه السلام تفضلي القرآن أنزله الله؟ على؟ رائعة القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هنا الصحف على إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى وأيضا الزبور على سيدنا داوود عليه السلام كم عدد الكتب السماوية؟ مئة؟ مئة وأربع المذكور منها في القرآن هم الخمسة قبل قليل ذكرناهم قلنا بأن القرآن الكريم ككتاب سماوي نزل كما نزل قبله من الكتب السماوية وقالت قبل قليل طالبة بأننا عقدتنا صحيحة لأنها كانت خاتم أو خاتمة الرسالات ما الذي جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب السماوي وهو القرآن الكريم ما الذي جعله مميزا عن غيره من الكتب السماوية؟ تفضلي بارك الله فيكي القرآن الكريم خال من التحريف وخال من التزوير وخال من التبديل والتغيير بارك الله فيكي تفضلي يتميز القرآن الكريم يتميز القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى أنزله كافة للناس بشيراً ونذيراً على جميع الناس بخلاف الكتب السماوية الأخرى التي نزلت على أقوام معينون تفضلي أريد أن أسمع بعد إذنك تفضلي بارك الله فيكي هو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه والدليل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أليس كذلك؟ هل هناك من ميزات أخرى؟ تفضلي بارك الله فيكي تضمن الكتاب السماوي وهو القرآن الكريم بأن تضمن التعاليم الموجودة في الكتب السابقة فكان بذلك مهيمناً على الكتب السابقة ولذلك النصراني واليهودي وأي إنسان يحمل أي معتقد لا عذر له بعد نبوة محمد لأن محمد صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى بيننا لما وسعه إلا أن يتبعني يعني لو كان موسى نفسه موجود عليه السلام لماذا فعل؟ لاتبع إذن إن الدين عند الله الإسلام إذن إن الدين عند الله الإسلام ولذلك قلنا بأنه هو المهيم على الكتب السماوية الأخرى تفضلي تناول أسباب السعادة في الدنيا والآخرة صحيح لو جئنا إلى القرآن الكريم سنجد أنه تناول أسباب السعادة في الدنيا والآخرة ولم تقتصر التعليم الإلهية في القرآن الكريم على فقط التعليم التي لها علاقة بالآخرة وإنما نظمت معايش الناس في الدنيا قبل الآخرة كلام جميل جدا نأتي الآن إلى الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل معنى الإيمان هو التصديق الجازم بأن لله سبحانه وتعالى رسل أنزلهم أو أرسلهم إلى أقوامهم لماذا؟ لهداية الناس لهداية الناس ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ تفضلي؟ النبي هو من أوحى الله له بالنبوة ولم يكلفه بالتعليم ودعوة قومهم الرسول هو من النبي وأمر بالتعليم والتعليم في كل رسول الهبي وليس كل الهبي صالوا على رسول الله الآن الرسول حتى يكون رسول لابد أن يكون معه رسالة الرسول لابد أن يكون معه رسالة أما النبي لا يشترط أن يكون معه رسالة طيب بماذا سيبلغ الناس سيبلغه رسالة الرسول الذي قبله سيبلغ الدين أو الرسالة التي قبله وعلى ذلك طبعا الرسول مأمور بالتبليغ والنبي مأمور بالتبليغ لكن الرسول معه رسالة والنبي ليس معه رسالة إذن نحن نقول أن كل رسول نبي لأنه يبلغ الناس لكن لا يشترط أن يكون كل نبي رسول لأنه لا يحمل رسالة واضح الفرق بين النبي والرسول هل تعطى النبوة للنساء تفضلي طب أليس في هذا الظلم للمرأة لماذا لا تكون المرأة نبية في أي شيء عبي هناك نساء حاملات أفقال نريد أن نسمع أكثر من إجابة بارك الله فيك كلام جميل تفضلي المرأة تسيطر عليها العواطف كلام جميل النسيان عند المرأة في الشهادة قال فتذكر إحداهم الأخرى أحيانا من كثرة الأعباء الموجودة على المرأة فعاليا قد تنسى لكن ليس هذا هو فقط السبب الرئيس صلوا على رسول الله الآن بالنسبة للنبوة طالبات الحبيبات النبوة الصفاء ما معنى الصفاء؟ يعني اختيار محض لله سبحانه وتعالى لا دخل للإنسان فيه يعني حتى بين الرجال 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 الله سبحانه وتعالى لماذا اختار موسى ولماذا اختار إبراهيم ولماذا اختار محمد ما في الرجال كثر أليس كذلك؟ ما معنى أن يكون هذا فقط هو النبي حرجع أقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين إذن هي قضية اصطفاء فالمرأة لا تحزن حتى بين الرجال اصطفى رجال عن رجال هذه الأولى أما الثانية بالنسبة للنبوة كوظيفة أو كتكليف للمرأة هي حمل ثقيل يتنافى مع طبيعة المرأة التي جبلها الله عليها ويتنافى مع طبيعة التكليف الذي أوكل للمرأة معروف لدينا في الشريعة أن المرأة عليها قوامة ليس لها قوامة عليها قوامة من الرجل الرجال قوامون على النساء صح؟ كيف لي في مقام النبوة أن أقول على الناس جميعا ولدي زوج يقول علي ولدي أب يفرض رأيه علي ولدي أبناء يستعطفوني أليس كذلك؟ إذن كيف لمرأة حرم الله لها الخلوة بالرجال كيف لها أن تكون نبية وتكون قائد سياسي وعسكري كالنبي صلى الله عليه وسلم طيب لو منعها الزوج من الخروج أليس من حقه؟ من حقي طيب كيف ستمارس مهامها في النبوة؟ لن يستطيع لن يستقيم الأمر إذن باختصار شديد نحن نقول بأن المرأة نحن نقول بأن المرأة كمرأة كيننتها وطبيعتها وطبيعة التكليف الذي أوكله الله سبحانه وتعالى بها لا يمكن أن تقوم بمهمة النبوة على الوجه الأكمل على الوجه الأكمل واضح؟ إذن النبوة تعطى للرجال ولا تعطى للنساء واضح الكلام؟ كلام جميل هل الرسالة تكتسب اكتسابا؟ على فكرة معنى هذا السؤال لو جلست كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وتعبدت الله أياما وأسابيع وأشهر وسنوات هل يمكن أن يأتيني يوما ما جبريل بالرسالة وأصبح نبيا؟ حتى على اعتبار أنني لست امرأة أو على اعتبار أنني رجل لماذا؟ إن الله اصطفى إذن لا تكتسب وإنما هي استفاء وتكريم وتشريف واختيار محض من الله سبحانه وتعالى هل الأنبياء والرسل معصومون من الخطأ؟ بإطلاق؟ وإلا لماذا أكل آدم من الشجرة؟ أخطاء إذن فيه ممكن أن يحدث أخطاء أليس كذلك؟ طيب هل يمكن لنبي أن يأتي بفواحش؟ نبي؟ هل يمكن أن يأتي بكبائر؟ لا طيب هل يمكن أن يقصر أو يكذب في التبليغ؟ كلام جميل إذن الكلام الذي طرحته يتنافى مع مقام النبوة إذن النبي كنبي ركز معايا إذن هل هل الأنبياء معصومون؟ نريد أن نقسم طبيعة المعاصي والأثام إلى قسمين عندنا كبائر وعندنا فواحش وعندنا تقصير أو تكذيب في التبليغ أليس كذلك؟ هل هذا ممكن أن يأتيه نبي من أنبياء الله؟ الذي اختاره الله على عينيه صفوة خلق الله هل ممكن أن يفعل هذا؟ لا يمكن إذن الأنبياء هنا في هذه المعاصي معصومون معصومون عن الكبائر والفواحش والتقصير في التبليغ وحتى عن الصغائر لكن في شيء اسمه الزلات وهي الأشياء البسيطة الزلات البسيطة قد يقع فيها النبي ولا لا يقع فيها؟ يقع فيها إذن هنا غير معصومين مثالها مثالها قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه إذن على فكرة لم يقل أن حواء هي التي أزلت آدم قال فأزلهما الإثنان الشيطان وليست المرأة فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه لكن سرعان ما يتوب النبي ويرجع إلى الله عن هذه الزلة قال فتلقى آدم من ربي كلمات فماذا فعل؟ فتاب عليه إنه والتواب الرحيم أليس كذلك؟ إذن ما يصدر من الأنبياء هي عبر عن زلات بسيطة سرعان ما يتوبوا ويستغفروا أما ما عدا الزلات لا يمكن أن يقترفوها الأنبياء لماذا؟ لأنها لا تتفق مع مقام النبوة لا تتفق مع التشريف في الاستفاء لأشرف خلق الله وهم الأنبياء السؤال الذي قلته قبل قليل هل أو ما حكم من أنكر وجود الرسل كافر بالإجماع لنفس الدليل الذي سقناه قبل قليل واضح؟ نأتي الآن إلى الإيمان باليوم الآخر بالنسبة للإيمان باليوم الآخر لو جئنا لتعريفه الإيمان باليوم الآخر تعريفه تفضلي كلام صحيح برك الله فيك هو الاعتقاد الجازم بأن هناك يوم يبعث الله فيه الخلائق لماذا؟ لمحاسبتهم على أفعالهم أليس كذلك؟ طبعا هناك لهذا اليوم العظيم الجليل أهوال وأحداث عظام القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ما معنى العهن؟ العهن كالقطن الجبل هذا الراسي الذي يثبت الأرض سيكون كالقطن تطيش الكرة الأرضية يختل التوازن تقترب الشمس هذه الأرض يوم يبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات بيمينه هذه الأرض التي نراها نريد أن نأتي بظل نستظل به فلا نجد لأن هذه الأرض تبدل فلا يكون فيها إلا ظل واحد وهو ظل عرش الرحمن لمن أكرمه الله أن يكون تحت ظله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحباف لا اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل قلبه معلق في المثاجد وامرأة ورجل ومرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل قلبه ورجل بما معنى الحديث فاضت عينه من خشية الله تمام فاضت عينه من خشية الله إذن عزيزات الطالبات أياتها الشابات الكريمات من أرادت أن تبحث لها عن ظل في ذلك اليوم فلتتقل في نفسها في دينها في عفتها في طهارتها في سترها لأن هذا العمر وهو الشباب كفيل لمن اتقى الله سبحانه وتعالى به أن يكون كما الآن حمت نفسها من الفتنة الله سبحانه وتعالى وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان سيحميها من حرارة الشمس كما حمت نفسها من حرارة الشهوة بتقوى الله سيحميها الله ويعطيها من ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الأحداث والأهوال عظيمة وشديدة ومنها ما يمكن أن نتصور ومنها ما لا يمكن أن نتصور أريد من كل طالبة إعداد تقرير عن أهوال يوم القيامة تقرير عن أهوال يوم القيامة نأتي الآن وننتقل إلى الحكمة من إخفاء يوم القيامة أو يوم الساعة لماذا لا يوجد يوم محدد أو تاريخ محدد لقيام الساعة تفضل كلام رائع تفضلي صلوا على رسولنا الآن لو الإنسان عرفه متى تقوم الساعة ما الذي سيحدث كلام جميل جدا سيبقى الإنسان هذا مفتون ومخدوع وسيبقى في معصية الله حتى إذا ما جاء أو اقترب موعد القيامة ماذا فعل؟ تاب واستغفر وأناب وصلى وركع إلى آخرة أليس كذلك؟ ولذلك هي أدعى إخفاء يوم القيامة أو يوم الساعة أدعى للطاعة تخلي الإنسان دائما قلبه على وجل خائف مترقب متوجس لأنه ولكل إنسان قيامة يا حبيبات الطالبات لكل إنسان قيامة وليس هناك قيامة كبرى وهي قيامة الساعة وهناك قيامة صغرى كأن ينام الإنسان ولا يستيقظ كأن يخرج ولا يعود أليس كذلك؟ إذن لكل إنسان قيامة حتى لو افترضنا أن الموعد النهائي للقيامة الكبرى معروف لكن الموعد الأولي لقيامة الصغرى غير معروف فالإنسان ما المطلوب منه اتجاه هذا الأمر؟ أن يجتهد في الطاعة وأن يكون دائما مترقبا ومتوجسا وخائفا أن يعيش دائما بين الخوف والرجاء الخوف من غضب الله والرجاء في رضوان الله الخوف من المعصية والرجاء في الطاعة الخوف من النار والرجاء في الجنة الخوف من الغضب والرجاء في الرضوان إذن يتقلب الإنسان بين الرجاء والخوف إذن هذا بخصوص الحكمة من إخفاء يوم القيامة كما قلنا هو أدعى للطاعة وأزجر وأبعد للإنسان عن المعصية حتى لا يفتن ولا يغرر به نأتي الآن إلى الركن الأخير في أركان العقيدة الإسلامية وهو من أروع الأركان التي تريح الإنسان عند المصائب والتي تجعل في تورث في نفس الإنسان ماذا؟ رضا رضا وقبول بما قدر الله وقضى أليس كذلك؟ ما معنى الإيمان بالقدر من منكم لم تجيب؟ تفضلي بارك الله فيك هو الإيمان الجازم بالقضاء والقدر هذا الإيمان بالقضاء والقدر بشكل عام ما معنى الإيمان بالقدر؟ تفضلي هذا معنى القدر لغة هو تقدير الشيء ووضعه في مكانه المناسب لكن الإيمان بالقدر تفضلي هنا بارك الله فيك واجزاك الله خيرا باختصار شديد طالبات الحبيبات نحن منذ الأزل منذ أن خلق الله الخلائق كان الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير وكتب كل ما يخص الإنسان ووضعه في اللوح المحفوظ فأنت كان الله سبحانه وتعالى قد قدر منذ الأزل أن أتقابل معك 2022 في هذا المكان أليس كذلك؟ قدر الله قدر الله مكتوب متى؟ أزلا أزلا إذن هو علم الله أزلا بالأشياء قبل وجودها طيب 2022 شهر 11 3-11-2022 أنا قابلتك هل هذا يعتبر قدر؟ لا يعتبر قضاء هذا هو الفرق بين القضاء والقدر علم الله بالشيء أزلا أنه سيحدث هذا قدر الله كتب المقادير منذ الأزل وقوع الآن في الوقت الذي قدره الله إذا وقع يصبح قضاء بارك الله فيك الله منذ الأزل قدر فلان لفلانة مكتوب عنده في اللوح المحفوظ فلان لفلانة نصيب فلانة متى تقدم لها وعمرها 23 حصلت الخطبة إذن وقع نقول القدر ولا القضاء؟ قضاء الله بعد أن كان قدرا منذ الأزل موجود ومكتوب واضح الفرق بين القضاء والقدر؟ بارك الله فيك إذن القضاء شيء حدث وبناء على هذه الرؤية أو على هذا المفهوم أيهما أسبق القدر ولا القضاء؟ القدر لأنه منذ الأزل طيب القدر يعتبر تصميم أم تنفيذ؟ قدر تصميم تنفيذه قضاء وقوع قضاء بارك الله فيك ممتازة كلام صحيح مئة بالمئة إذن طول والأمر مكتوب ولم يقع يعتبر قدر عندما يحدث يصبح قضاء إذن القدر سابق والقضاء لاحق القدر تصميم والقضاء تنفيذ ولله المثل الأعلى المهندس قد يصمم لي بيتا جميلا فاخرا على الورق هو صممه هو صممه هل معنى ذلك أنني سكنت هذا البيت؟ هل أقمت فيه؟ إذن طوال وهو على الورق يعتبر تصميم أما إذا قمت بإنشائه وسكنت فيه وتمتعت به يعتبر تنفيذ أليس كذلك؟ إذن هناك فرق بين التصميم والتنفيذ إذن القدر تصميم والقضاء تنفيذ أيضا القدر تدبير شيء الله دبره هو فلان عندما تزوج فلانا الله دبر هذا منذ الأزل تعرفت عائلة فلان على عائلة فلانة تعارفوا رآها أعجب بها تقدم لها هذا من تدبير الله الذي يحدث أحيانا يكون نصيب فلانا في بلد آخر تذهب إلى العمرة يتعرف عليها هذا كل من تدبير الله ثم يأتوا لخطبتها ليس كذلك؟ أمور كثيرة الله كتب لك منذ الأزل أن تكوني مهندسة بارعة أو كتب لك منذ الأزل أن تكوني سكرتيرا رائعة أو كتب لك منذ الأزل أن تكوني طبيبة ماهرة الله دبر لك معدلك تسجينك في تخصصك الجهة التي انتسبت إليها ليس كذلك؟ ظروف العمل في هذا الوقت إنهم طلبوا فلان لأن يكون عاملا أو موظفا عندهم يعني شاغر للوظيفة هل هذا الذي يحدث يحدث عشوائيا هكذا؟ لا كله يحدث بتدبير الله سبحانه وتعالى فإذا ما حدث التدبير وقع الحكم وهو قضاء الله حكم الله لك اليوم بالوظيفة أو بالعريس بالبيت الجديد إلى آخره أشياء كثيرة وأقدار كثيرة طيب إذا التقى قدر بقدر ماذا يقع؟ يقع القضاء الله قدر منذ الأزل أن أن أتي إلى هذه الجامعة وقدر لك منذ الأزل أن تأتي إلى الجامعة هذا قدر وهذا قدر ماذا حدث؟ تقابلنا هذا قضاء الله فهمتم؟ إذن القدر مع القدر يوقع قضاء أسباب مع أسباب توقع قضاء الله سبحانه وتعالى وجودنا في هذه الأرض قدر وجود اليهود قدر التقاء القدر مع القدر ماذا يحدث؟ قضاء وهو جهاد ومقاومة إلى قيم السعة ولو ربنا ما وضع القدر الثاني وما كانوا اليهود في طريقنا مين حنجاهد؟ إذن إذن وقوع القدر مع القدر يوقع قضاء آخر سؤال في هذا الأمر هل؟ الآن من فهمكم هل القدر يرد؟ طيب أسأل سؤال آخر سؤال آخر هل القضاء يرد؟ لا يعني فلان قدر الله منذ الأزل أن يموت غريقا في البحر غريقا هل ممكن بعد أن يغرق أن ربنا يرد القضاء فيعيش مرة أخرى؟ إذن إذا وقع القضاء وقع لكن ما الذي يرد؟ القدر قبل أن يقع فيتسارع الدعاء والقدر بين السماء والأرض الآن يقضي الله سبحانه وتعالى أو قدر الله منذ الأزل أن يكون لا سمح الله ولا قدر في هذا اليوم أن يحصل معك حادث الآن قدر الله بده ينزل حتى يصبح قضاء وأنت قبل أن تخرجي سلمت على أمك قبلت رأسها وقلت لها ادعي لي فدعت لك أن يحفظك وأن ينور دربك وأن لا يمسك مكروه وأن يحفظك في الغدوة والرواح ودعت لك بملء قلبها وبملء فيها الآن القدر كان القدر كان سينزل صعد من صعد أولا إذا إذا القدر نزل أولا يقع القضاء إذا كان دعاء أمك أسبق من وقوع القدر فيرد هذا القدر فلا يقع القضاء إذن يتسارعان بين السماء والأرض أيهما أسبق أيهما أسبق والذي يقع إذا كان دعاء أمي أسبق يرد القدر إذا كان القدر أسبق يصبح قضاء فلا هنا الدعاء لا يستجاب وإنما يدخره الله سبحانه وتعالى لتفريج كربة في يوم القيامة بهذا الشريح طبعا هل يرد القدر قلنا بأنه لا القدر يرد والقضاء لا يرد بهذا أو بهذه الجولة الجميلة التي تنقلنا فيها بين أركان الإيمان وبهذه الواحة الروحانية والإيمانية التي شحنت فينا وزادت فينا اليقين بحب الله وبمعرفة الله وبالرضى عن قضاء الله نقول قد أنهينا المبحث الثالث من مباحث الثقافة الإسلامية على أمل اللقاء بكم في مبحث آخر وفي لقاء آخر أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن نكون جميعا ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه عزيزات الطالبات طبت وطاب لقاءكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا وحسناتكم إلى أن يحين اللقاء القادم أطيب الدعوات وأزكى الأمنيات لكنا حبيبات الطالبات والسلام عليكنا ورحمة الله وبركاته شكرا